موسيقى السلام عليكم شون الشباب وياكم كرار حازم من قناة مستر جوكر على اليوتيوب رجعتكم في فيديو جديد من سلسلة شروحات التليجرام أصدقائي شرحنا لهذا اليوم شون نقدر نسوي لقطة شاشة أو شون نقدر نصور الشاشة بالمحادثات السرية داخل منصة التليجرام أصدقائي حاليا رح يستخدم حسابين مختلفات حساب الأول بتليجرام بلاس حساب الثاني بنسخة تليجرام اللي هي النينجا غرام تمام؟ طبعا الروابط مع نسخة النيجا غرام اللي رح نستخدمها نحن بهذا اليوم موجودة في صندوق الوصف أصدقائي بأول رابط وثاني رابط وراح لفعلكم قناتي على التليجرام تمام أصدقائي؟ وكذلك موجودة داخل تطبيق جوكر غرام الخاص بيه فكل الروابط في صندوق الوصف أصدقائي حاليا نسخة البلاس اللي هي بها حساب الرسم أما بالنسبة لنسخة النيجا غرام أصدقائي بها حساب الثاني الحساب جديد أنا سويته طبعا نسخة النيجا غرام أصدقائي تدعم ميزة أخذ لقطة شاشة وسكرين ونصور الشاشة بالمحادثات السرية تمام؟ إذا رحنا على حسابنا الرسمي أصدقائي ورح نسوي محادثة سرية وهي حساب السوينا جديد نرغط على بدء محادثة سرية ومثل ما معروف أن المحادثات السرية داخل تليجرام أنه لا شخص يقدر يصورها ولا يقدر ياخذ سكرين ولا يقدر يسوي كل شيء تمام؟ إذا رجعنا على الحساب هنا يقل لك سويت هذا كرار أنضم وياقب محادثة سرية تمام هنا هنا محادثة سرية مثل ما قلت لكم أسحاليا رح أدزقاني صورة من نانت تمام؟ تمام؟ أصدقائي بعد ما رسينا الصورة للحساب الثاني نرجع للحساب الثاني ونشوف إذا رح نقدر ناخذ سكرين للمحادثة السرية أو لا طبعا مثل ما قلت لكم المحادثات السرية ممنوع بها تأخذ سكرين يعني لا تقدر تصور محادثة ولا هم يحزنون طيب كرار أثبت لنا أكثر رح أثبت لكم أكثر على سبيل المثال رح أدز مثلا أي كلام بمجرد على مود نقدر نسوي سكرين لقطة شاشة تمام؟ بعد ما رجعنا للمحادثة رح نحاول حاليا نسوي لقطة شاشة للمحادثة السرية مثل ما قاعد تلاحظون أصدقائي تم أخذ لقطة شاشة حاليا وهذه هي الصورة مثل ما قاعد تلاحظوها قدامكم ندخل على الستوديو ونفتحها باستخدام الستوديو مثل ما قاعد تلاحظون أصدقائي قدر نصور الشاشة بدون ما تطلع أي علامة أدت الطرف الآخر يعني ذا رجعنا الحساب الرسمي أصدقائي مثل ما قاعد تلاحظون ما كو أي دليل على أنه الشخص الثاني أخذ لقطة شاشة للمحادثة وبهذه الطريقة أي شخص يقدر يسوي سكرين للمحادثة السرية يعني ما كو أي سرية بالمحادثة السرية فأصدقائي ما أطول عليكم أكثر بهذا الفيديو كل الرابط في صندوق الوصف لحدي هنا يتشارحنا لهذا اليوم لكن قبل ما ننهي الفيديو لا تسعمل لايك للفيديو وإشتراك بالقناة المزيد من الشروحات دمتم بخير في أمان الله